اشتركوا في القناة سبانخ بزيت كمية منيحة فزاد عندي وفرزت نصف وقالت بإذن الله بعمل لهم عجينة وفرزهم لرمضان اليوم سوف ترى مقادير العجينة ولكن الحشوة السبانخ ساعدتها من قبل مجهزة فسأعطيكم مقادير العجينة سوف أبدأ معكم بالعجينة يحتاج لمقين من الطحين أو كوبين من الطحين ثم أضيفهم 3 معالي حليب بودرة معلقة صغيرة مليح معلقة كبيرة سكر معلقتين صغار خميرة فورية ثم أضيفهم منيحة حتى المكونات تختلط ببعضها وضيفهم 4 معج زيت نباتي ثم أضيف الزيت أضيفهم حتى يصيرهم مثل فتاة الخبز ثم أضيفهم ثم أضيف الماء ثم أضيفهم ثم أضيفهم ثم أضيفهم لأنه لا يصير العجينة فورا شربة ثم أضيف الماء لكي لا يخلص الماء و أضيفهم ثم أضيفهم ثم أضيف ثم أضيف هلأ شوفوا هاي العجينة بتحتاج لبيضة بس لأني أنا بدي فرز العجينة لمدة شهر أو أكتر شوي فاستغنيت عن البيضة وما حطيتها أنا بخاف فرز البيض كتير يعني بخاف من أي عجينة بتحتاج لبيض وفرزة فلاقيت إنه ما بتحتاج وطلعت نفس النتيجة معي أما ساعة اللي بدي ساوي هاي العجينة مشان ناكل الفطايا بيوميته أو تاني نهار أنا بحب بيضة للعجين بس لأني بدي فرزة ما حطيت لها واخر الشي غطيت العجينة بالنيلون حتى أتركها ترتاح وتختمل وتنفش لمدة ساعة تقريبا ومتل عادي أكيد حفزتوني بحطة بالمايكروبايف المكان الدافع عندي طبعا ما بيكون شغال بس بحطة بقلبه وهلا من بعد ما مضى ساعة طلعت العجينة من المايكروبايف وحشبة السبانخ من البراد وجهزت الآلب اللي بدي ساوي فيه اخترت هالمرة شكل المسلس أنا من جهتي بنصحكم كتير بيها الأوالب لأنه بيطلع معكم الشكل الزابط وكل العجينة حتطلع نفس الإياس معكم وهلا بقرس العجينة دوائر صغيرة باخد الكمية اللي بحتاجها وبقيم البايع عجنب وبغطي وكل ما أخرص كمية صغيرة بقرس كمية تانية وبساويها اشتركوا في القناة وهلا مثل ما شفتوا بعد ما رقيت العجينة منيح خليت سماكتها تطلع مثل الورقة بس لاحظت أنه تقريسات الدوائر اللي عاملتون تلعوا كبار على الآلب وبما أنه أنا بدي الفطار يطلع سماكتهم رقيقة رجعت زغرت التقريسات مشان قد ما رقيتها ما يزيد كتير عن حواف الآلب لأنه هاي العجينة لازم ترتاحها منيح حتى تعطينا هاي المطة بالرق ونحنا عم نشتغل فيها وتكون طرية لأنه على كتر الاستخدام بيخليها تصير قاسي فكل شيء يزيد عن حواف الآلب رجعت جماعتهم مع بعض وغطيتهم وتركتهم يرتاحوا حتى قدر اشتغل فيهم مرة تانية يعني بعد ما خلصت كامل العجينة الاساسية رجعت كاملت بالعجين اللي عم يزيد عن الحواف بس طبعا بعد مرتاح ورجع اختمر برة تانية الحمدلل من بعد ما خلصت حشوة السبانخ كلها عندي حطيتهم بالفريزر شي نص ساعة قبل ما حطتم بكياس التخزين يعني حتى ما ينتزع شكلهم وانعم حطتم بالكياس بزاد عندي عجين فهلا حالجيكم شو رح عمل بكمالة العجين من قبل كتنة حشوة المحمرة مجهزة مشى عملهم الخبز بفليفلي الحشوة كتير سهلة هي عبارة عن فليفلي حمراء حدى شوية ما كتير انا بحب الحدودية وحطيت لهم سمسوم وزيت زيتون وبصر مفرومة فرم ناعم ورشة يعنسون مطحون اخطي طريقة هالحشوة المرتخي الله يجزيها الخير يا رب كتير طيبة وكمان تشكيلة حلوة على صفرة الاكل فالمهم العجين اللي زاد عندي حشيتهم محمرة وجبني اشقوان بس للامانة بعد ما شويت المحمرة طلعت من الجبن شوي فانتو اذا بتكون بس انو حشوهم محمرة بدون جبنة او سكروهم بطريقة تانية بشكل ما يفتحوا عالشوية وتطلع الجبنة منهم كما خلصت الكمية عندي الحمدلله خلصت كامل العجينة صحيح نسيت لكم انا هدول عملتهم بقالب المثلث الصغير بس انهم طارعين على الكاميرا كبار بس انهم كتير نقومين طارعين وصغار منظرهم حلو فهلا كمان بعد ما فرستهم شوي شي نص صعب الفريزر هلا عم ضبهم بكياس التخزين مشان تفريز النهائي الحمدلله رب العالمين بعد ما خلصت تفريزات رمضان قمت بإمكاني طبخة الكوسيات التي تبقى عندي من يومي فعملت فيهم أكلة كواج هي طبخة سورية عبارة عن بطاطا مقعبات وكوسة وفلفلة خضرة ولحمة وفومة وبصنة مقلية سوف ترى المكونات وأنا محضرة هذا الطبخة بالعادة بساوية ويكون عندي شغل في البيت وما بتاخد وقت وسهلة وطيبة ومفيدة فحبيت اعملها اليوم منه كمان شان تتعلموه للي بيكون مشغول ومستعجر يجب ان يكون طبخة صحية وتخلص معه بسرعة كمان فأول شي اشرت 6 حبات بطاطا هي الاكلة ما بده بطاطا كتير بس انا وزوجي منحب البطاطا تكون واضحة بالطبخة فقطعته بمكعبات وتركتهم على جنب لبين ما جهز بقية المكونات وحطيت 4 حبات بندورة بمي وغليتهم شوي حتى تفك القشرة عنهم وقدر قشرهم وقطوهم كمان لمكعبات وجبت الطنجرة وحطيت فيها سمنة حتى إلي اللحم المفرومة والبصل انا هنا خربطت كان مفروض اقري البصلة اول بعدين نضيف اللحمة حتى البصل تنقلة منيحة والدوب ومثل العادة نضيف لللحمة المفرومة المقلية بهارات مشكلة وهي 7 بهارات وبهار ابيض وملح كمان قطعت بصلة واحدة لمكعبات حجم وساط لا كبار ولا صغار نعمة ومثل ما قلت لكم كان مفروض وضيفهم وقليهم قبل اللحمة انا من الناس اللي لحد هلا ما بعرف افروم البصل وقطع على دفة التقطيع بلاقي تقطيع اليد اسهل وكمان ما حطيتهم بالفرامة لانه رح يصيروا مفرومين نعمين وانا بدي اياهم يكونوا حجم وساط ولبين ما تنقلة البصل منيح طلعت الكوسة من البراد وقطعتهم مكعبات هلا اذا بتتذكر بالفيديو السابق قلت لكم انه انا جاي بكوسة عن طبختين لانه عام لحسابي هالاسبوع بدي كمل تفريزات رمضان فبدي اكلها تكون سهلة وسريعة وما تاخد معي لا وقت ولا جهد وبعد ما غلنت البندورة حوالي خمس دقايق مشان تتأشر معي بسهولة تركتها تبرد شوي حتى تقدر امسكها بدون ما تحترق صبيعي فهلا رح قشرون وقطع كل حبلة من قطع مو طيبة صغيرة اكتر من هيك هل رح ديفي البندورة فق اللحمة والبصل واطركه على نار هذه حتى تتبال وتستوي هذه بادو طيبة وبعد مستويت البندورة تقريبا نصف استوى ضفت الكوسة والبطاطا فوقها وكمان كنت مقطع فلافلي خضرة حطيتهم كلهم فوق بعض وضفتهم اخر شي شوية مي مغلية وخففت النار عليهم تركتهم يستوى على ماهلون ساعة وبعد ما مضى ساعة الطبخة وستويت ضفتهم معلقة او نصف المعجون والطماطم واخر شي حطيت ملح وهيك بتكون طبختي خلصت وصايت جاهزة لأسكبة وهلأ وصلت معكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وستفدتم وحبيتوا الوصفات بليز لا تنسوني من اللايك ومن تعليقاتكم الحلوة المليانة دعم واذا كنتوا اول مرة عم تحضروني وحبيتوا الشي اللي عم قدموا بليز اشتركوا بالقناة وابعتوها لكل اصحاكم حتى ينضموا لعينتنا ونطروني بعد يومين بازن الله بفيديو كتير حلو ومميز اللي هو وزينة رمضان والتجهيزات الاخيرة لشهر الخير ان شاء الله وكل عام وانتوا بألف خير يا رب والله يبلغنا يا جميعا بكامل صحتنا وعافيتنا بشوفكم على خير حبايبي بأمان الله باي باي